هيسين فاروق محلل بينسبورت قال تصريح التاريخ يقف عنده كتير بيقول ان محمد صلاح وشكبالا هم الافضل في تاريخ مصر بعدهم وبتريكا والخطيب محمد صلاح عشان سجل 500 هدف في الدوري الانجليزي اللي يعتبر الهدف فيه بعشر اهداف من الدوري المصري عشان كده بيتفوق على بوتريكا والخطيب اللي سجلوا 100 هدف في الدوري هنا اعلاقة اسم شيكبالا بالقام تاريخ مصر اذا كان الخطيب وبوتريكا سجلوا 100 هدف في الدول المصري فشيكبالا فاز بتلاتة دورة يسجل فيهم هدف واحد واثنين أسست والله أصدق أن شيكبالا سجل أهداف في الدورة الإنجليزية مثلا والله أصدق أنه على مدار 15 سنة مع منتخب مصر سجل هدفين بس في ماتش ودي تاريخ شيكبالا هو نفس تاريخك يا كابتن هيسم رغم كونك مدافع أوعى تقول أن الهاتريك اللي جابه في الآن سليمانيو عادل 100 هدف بالمناسبة فرنس فوتبل لما عملت تصنيف لأحسن 30 إفريقي اخترت الخطيب وبوتريكا ومحمد صلاح والحضري القايمة لكان فيها شيكبالا ولا كان فيها هيسم فاروق بالله عليك بلاش نظر قدام العرم العرب أن احنا بنهبت تعال اشتغل في ونسبورت وهبت براحتك زي إخواتي